من خمس وثلاثين ولاية قدم محبو الطبيعة وعائلة الجبل إلى غابة نصمط بولاية معسكر في نشاط بيئي رياضي واستعراضي نظمه النادي الرياضي أكوامان لأول مرة الحمد لله ما شاء الله غرص 4500 شجرة زائد حاجة جديدة اللي كانت هي التخيم من الانتلاق الرندوني المنطقة آثارية هنا في نصمط منطقة رائعة الأجواء رائعة ما شاء الله أصحاب السيارات الربائية كان أصحاب الدرجة نارية أصحاب درجة الهوائية نحن الأفامي دلمونطان فيها بزاف لغروب فف الزاير أنا تقريبا 48 ولاية نديروا روبوز موني طوايا شفلوا فف الغابات ركتوفي غابات بزافهم فيهم دوكال وكان يتحرقوا في السيزن الصيف اللي فات نحن الأبجيكتيف تعنا أنه نغرسوا مليون ونصف مليون شجرة نغرسوها شغل هذا اللي نميرو شغل إكزاكت على أجل شو هذا اللي ضحوا أجل زائر هذه نشاطات مختلفة استقطبت العائلات وكانت فرصة لإنعاش سياحة الجبلية التخيم وكذل مساهمة في التشجير وحماية البيئة نشاطات بزاف ومهمة الأساسية تعنا هي حماية البيئة وإعادة التشجير في الجزائر وإن الحمد لله بفضل الله العام هذا وإن رانا واصلين 30 ألف صجراء اللي حسب التراب الوطني أنا من خانشلاء جيت لش نلب نداء هذا الإخوان في معسكة هنا وكانت لفرصة سعيدة وش نتلقى مع أصدقاء الطبيعة في جو عائلي جيت أنا أولادي والدي جابنا ودراري أولاده وخيمته والحمد لله ولقنا ناس ملاح تبقى عائلة الجبل نموذجا إيجابيا لمواطنين هدفهم الأساسي خلق سلوك حضاري لحماية الغابة والجبل على مستوى الوطن